اختتم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في الجامعة الأردنية فرع العقبة فعاليات مخيم الجنوب الرابع لصناعة الألعاب الإلكترونية ضمن نشاطات مختبر الألعاب الإلكترونية بمشاركة 120 طالبا وطالبا يمثلون كافة محافظات الجنوب ويهدف هذا المخيم الذي عقد بالتعاون مع شركة تطوير العقبة والجامعة الأردنية فرع العقبة إلى الترويج لصناعة الألعاب الإلكترونية في محافظات الجنوب وتدريب الطلبة على المهارات اللازمة لتصميم هذه الألعاب وبرمجتها كما اجتملت فعاليات المخيم وفق مديرة دائرة البرامج والمبادرات في الصندوق نور لحمود على أربعة محاورة تدريبية تضمنت محركات الألعاب التي تستخدم لتصميم الألعاب الثنائية وثلاثية الأبعاد والبرامج المستخدمة لتطوير الألعاب ثنائية الأبعاد والتطبيقات ودورة مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المستخدمة لتصميم الشخصيات وتحريكها المخيم باستهدف المهتمين من محافظات الجنوب بتطوير وصناعة الألعاب الترونية وإن شاء الله قريباً الصندوق رح ينفذ مختبر ألعاب في مدينة العقبة ونتمنى من جميع المهتمين في صناعة الألعاب الترونية أن يتواجدوا ويظلوا معنا على التواصل استفدت من هذه الدورة اللي هي دورة لتصميم الألعاب وكيف تطويرها اللي هي برعاية صندوق الملك عبد الله أضافت إلي أنه كيف أعمل الألعاب وأطورها إن شاء الله رح أكمل بهذا المجال